ترجمة نانسي قنقر ومعربا سموه باسمه وباسم أهالي المحافظة عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان لمقام جلالته على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي تعكس معاني الوفاء والتكريم أوضح أن تكريم سيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي رحمه الله يدل على حرص جلالة الملك المفدى على تقدير العلم والعلماء الأوائل لدورهم التنويري وتقدير العلامة الزواوي على وجه الخصوص وضع رزنامة الزبارة والبحرين وخدمته للوطن عبر إنجازات تركت بصمات واضحة على مختلف الأصعدة خصوصا في إثراء المكتبة التاريخية بمؤلفات تعتبر مرجعا هاما حتى الوقت الراهن